مرحبا بكم في دبارة جديدة في رمضان اليوم ان شاء الله بيش نعمل معاكم الكامونية بيش نعمل باركايت بانسور الشربة و كيف كيف بيش نحضر معها سلايتا هذا هو المنوم التاليوم اذا بنا لا نكثروش برشا من الماكلة على خطر كل يوم قاعدة تتلوح زيت نطيبو شوية شوية و كهو بالنسبة لكم هنا قصيت راس بصل جيد حتيته يتقلى و طوى حتيت الحم يتقلى و بالنسبة للكبدة حتيتها في صحفة بلار كما سبق و شفته و صبيت عليها المسخون بالنسبة للكبدة نحطوها بطريقة هذيكا باش تسيب هيكا الدم متاحا وما تكحليش السوس متاعي من بعد بطبيعتنا احنا مش مش نحطوها الطيب من الاول خطر الكبدة مفيه شروح في ساعة الطيب و الحم يخو وقتو دونك ناخذو الكبدة نحطوها في الماء سخون نخليو هذي تخرج الدم متاحا الكل و الحم العادي نقصوه تروف صغار كيف ماها كيكا نحطوه يتقلى مع البصلة و طوى باش نبدا و نفوحو حتيت مغرفة كبيرة تماتم الشريحة اينا دي رحيتها بارتاجة معاكم الفيديو قبل رمضان و حتيت نصف مغرفة تماتم معجونة هكيكا سوس جيني المعنية الكامونية بتاعنا جينها خفيفة وبنينا حتيت شوية هريسة عربي و باش نخليهم يتقلى مع مع الحم بالكديو حتى نزيدهم شوية ماء خطر الطماطم باش ما تنحيوها لها القروسية معانيتها و باش ما تتحرق لناش نزيدوها شوية ماء نخليها تتقلى في عقل عقلها و بعد نكمل بقيت لفاحات نزيد الملح نزيد شوية فلفل اكحل شوية تبلو كاروية كوركم شوية كوركم و بالنسبة للكامون نخليوه هو اخر حاجة خاطر اذا كانت تحطوه من الاول لارا و باش يعمل لكم امرارة في المرقة متاعكم دوك نخليوه هو الاخر كيف قريبة تتيب السوس متاعنا نزيدو غرين الفلفل و نزيدو المغرفة صغيرة متاع كامون متاعنا كما قلت لكم زيت تبلو كاروية الفلفل اكحل الكمون و باش نزيدها سنين تين ثوم فم برش عبيد متعملش البصل والثوم يحبوا المطعم متاع الكامونية يحبوا المطعم متاع الكبدة غالب اكثر بالنسبة لي انا نعمل باش نخليها طوى التيم في عقلها بعد ما تتقلى شوية بدش نمرقها و نخليها التيم في عقلها كما قاعدين تراو في الكبدة في الماء السخون غسلتها و عودت حتيتها في ماء جديد ماذا بيت خارج الدم اللي فيها الكل باش جيني سوس مبعد مش كحلة مش نحطوا الماء السخوني اللي يسخون على الاخر حتي طيب هالنا متوسط لهنى بعد ما غسلتها بالكدي كيما قاعدين تراو في لونها طاب الحم نتاعي شوية زيت الكبدة طوى و باش نخليها التيم في عقلها و باش نخليها التيم في عقلها باش نزيدو غراين الفلفل راشة صغيرة فلفل لكحل و مغرفة صغيرة كمون و باش نحطوا معاها مغرفة تين زيت زيت هنا و هذي كهي الكمونية متاعنا حضرت لقدمت الضغيرة في الاربة من المذيب في كل ج buna نحن صغيرة بالس겠다 لقدمت مالك لدين الباركي ميت بالقارية من المش상 و قلعت عدة قرية و بالزيت زيت زيت المعدنوز و معدي عضية رابا و السيطوري لديت زيت طوابة من الليل اخذها بالتروضين على الأربية ن ஏ Ta-OD نزيد في العظم بشويه بشويه ونرجع نخلط ونشوفه معناه يعينا ميزن خاطر البركات راي ما تجيش خفيفة برشة الحشو متاحه وكيف كيف حتيت فيها الطن كما قاعدين ترى نخلط بشويه ونزيد العظم اذا كان حسنا ناقصه نزيدها يدفع قاعدين ترى حشو هااا يمشي مع البركات كيف نجمون عملو بي كيف نجمون عملو بي كعبات بريك نزيدوها عظم يجي اخاف شويه ونعملو بي كعبات البريك هنا بعدما خلط الكل حسيتو ناقص عظم ونزيدو شويه خلطو بلقدي بشن ناخو كعبات البركات قوانات مصر في مصر ونضيف حشو ونضيف حشو ونضيف حشو كعبه ونضيف حشو ونضيف حشو ونضيف حشو كعبه ملش اكبر من الزيتون ردوا بيكم تغفلوا عليهم خاطر يتيبوا في ساعة وهذا بالنسبة للمنوم بتاعي تاليوم إن شاء الله تكون عجبتكم دبارتنا وإن شاء الله في دبارة جاية بسلامة